لا تثبت جبهة القتال بين الثوار وكتائب القذافي على حال هي حرب سجال بين الطرفين لا غلبة نهائية فيها لاحد حتى الان خلال الايام القليلة الماضية انتزعت قوات القذافي زمام المبادرة من ايد الثوار فاندفعت كتائب الامنية شرقا محاولة ارساء واقع ميداني يصبق اي قرار دولي محتمل بفرض حظر جوي على ليبيا ولا بريقة كمدينة نفطية مستهدفة من قبل المخربين طحرت والسدر المجاور اللي رأي صنوف طحرت بتبعى مديقه نفطيه برضو لكن لم تكت تنضي ساعات قليلة على اعلان وزارة الدفاع الليبية عن سيطرتها على المدينتي العقيلة والبريقة حتى عاكست رياح الميداني ارادة القذافي وكتائبه الثوار وقوات الجيش الوطني تمكنوا من السعادة للسيطرة على المدينتين بعد تنفيذهم عملية التفاف على كتائب القذافي مما ادى الى سقوط قتلى وجرحة واسرى من عناصر الكتيبة الموالية للعقيد الثامنة والنصف صادرة في الاوامر المتقايد عملية الجبهة تم محاصراتهم والاتفاف عليهم تم اثر 20 فرد وتم القضاء على 25 وتم مصادرة وعطاب الكثير من اليات الموعدات العسكرية وهم حاليا تدول مترامية خلف منطقة غرب البريقة معركة ادت الى وقف الاندفاع السريع لكتائب القذافي ويأمل الثوار ان تكون نقطة تحول في سير المواجهات التي يخضونها شرقا فمدية البريقة تشكل بنسبة للثوار خط دفاع متقدم عن مدينة بنغازي ولا يفصلها عنها سوى بلدة اجدابيا واي تقدم لكتائب القذافي الى اجدابيا يعني فتح الطريق امامها باتجاه بنغازي وطبرق لهذه الاسباب بدأ الثوار هجومهم المضاد في محاولة لانتزاع زمام المبادرة كما عمدوا ايضا الى اقامة تحصينات في بلدة اجدابيا تحسبا لاحتمال تعرض المدينة للهجوم من قبل كتائب القذافي التي سعت خلال ايام الماضية الى الاستفادة من الطبيعة الصحراوية المبسطة لوسط وشرق ليبيا للدفع بآلياتها نحو المدن التي يسيطر عليها الثوار كما استفادت هذه القوات من سياداتها الجوية ووطأت دباباتها ضد الثوار واسلحتهم الخفيفة لذلك تبدو كتائب القذافي كمن يسابق الزمن في سعيها لتحقيق مكاسب ميدانية قبل صدور اي قرار دولي يحضر الطيران فوق الاراضي الليبيا فهذه القوات تدرك جيدا ان حلمانها من سلاح الطيران سيفقدها عنصرا حاسما في المعركة